اه النهاردة النهاردة وبكرة وبعده كمان هنتكلم عن شعراء صوفية عشان نشوف ازاي الشعر ظهر على لسان ومواجيد ورؤى الصوفية طبعا احنا قبل كده وقفنا عند شعراء صوفية زي مسان عفيفي الدين التلمساني بس عفيفي الدين التلمساني كان بيكتب شعر ولوه ايضا مؤلفات يعني كتب اخرى وشفنا كتير من الصوفية كان بعضهم لمؤلفات وبعضهم لا وكانوا يقولوا الشعر يعني في المناسبات انما اللي هنتكلم عنه النهاردة وبكرة وبعده هم شعراء فقط يعني لم يقولوا في التصوف او في اي شيء يعني شيئا غير الشعر واولهم هو الصوفي المصري المشهور الملقب بسلطان العاشقين والمرتبط دائما بجبل المقطم سيدي عمر ابن الفارد عمر ابن الفارد وفروض انه صوفي مصري او مشهور يعني انه صوفي مصري بس هو في الحقيقة اصلا من حماه ابوه جاء يعني الى مصر والصوطن بها وولد عمر ابن الفارد في مصر وهو ابن الفارد لانه ابوه كان فارد يعني كان بيفرض فروض النساء على الرجال عزة شرحة دي عارفين لما بيجوا يكتبوا الكتاب دلوقتي وتحصل المشاكل المعتادة دي عشان الايمة في البقاء بعضوا يتخنقوا كده انه بيتكتب حاجات على الراجل عشان تحفظ حق الست الحكاية دي زمان كان فيه فقيه بيقوم بيها هذا الرجل هو يسجل لدى الحكام او الحكومة او القاضي في ورعة ما يجب على الرجل تجاه المرأة عندما يتزوجها سواء بقيت معه او يعني طلقها فدي فروض على الرجال فهو فارد يعني شغلته طبعا الشغلة دي ما عندش موجودة خلاص دلوقتي شغلته انه بيعمل الايمة دي او اللي يعرفوه المصريين يعني باسم الايمة طبعا اخوانا اللي في البلاد العربية ممكن ما تكونش الحكاية دي واضحة عندهم قوي زي ما هي موجودة في مصر ويمكن ما عرفوش كمان انها فيه جوازات بطبوز عشان خاطر الفارد مش دقيق او مش مظبوط او انه اختلفوا فيه المهم انه ابو جي من حماه ومع هذا ارتبط دائما ابن الفارد بمصر وهو عنده اشعار كتير في مصر في الحقيقة ومسألة حماه وسوريا ومصر ده وعي معاصر انما في الوقت ده في الوقت اللي اتولد فيه ابن الفارد سنة خمسة وسبعين وحتى وفاته حتى سنة ستة مئة اتنين وثلاثين وفي الفترة دي عموما ما كانش الناس عندها وعي ان دي مصر ودي سوريا ودي لا هي دي دولة واحدة والناس بتتحرك كمان وكانش فيه اسرائيل في النصر فكانت الناس بتروح او بتيجي بدون اي يعني العز ابن عبدالسلام مثلا جاي من هناك من دمشق ابن النفيس جاي من قرية جنب دمشق وبيعيش في مصر وبيكمل وفيه العكس ما هو عافية في الدين التلمساني كان عايش في مصر وبعدين خد وظيفة كده زي محتسب او حاجة في الشام يعني الحركة بتاعت الناس ما كانتش مرتبطة بحدود سياسية ما كانش فيه طبعا تأشيرة ولا حاجة المهم انه في القاهرة ولد ابن الفارد وفي سن صغير استأذن اباه في ان يسيح على طريقة الصوفية المصطلح ده مقصود بايه ان يجي شخص يتجرد للعبادة فترة من حياته مش معناها ان هيعد طول عمره كده يعني ما بيشتغلش حقيق لا بس بتبقى دي فترة بسموها الحضانة الروحية انه بيعيش حياة متجردة تماما وفي مكان خلوي او بعيد عن المدينة يعني المكان الخلوي في الوقت ده كان جبل المؤطم وجبل المؤطم طبعا مش عشان ابن الفارد وبس هو معروف في تاريخنا ببرتباطه بفكرة الخلوة والسياحة حتى يعني الحاكم بأمر الله كان مشهور انه هو حاكم مصر كان يجراكب حمارة كده مش حصان ويطلع يلف في المؤطم وحتى المسيحيين في مصر اخواننا بعضهم او كتير منهم بيعتقد انه جبل المؤطم ما كانش في مكانه ده ده هو تزحزح من مكانه علشان يعني قصة كده موجودة قصة لذيذة يعني من الحاجات اللي بتطمن الناس وشبيهة بالكرامات مهم انه عمر ابن الفارد في شبابه المبكر استأذن اباه في السياحة في الارض وظل يقضي اوقات طويلة في خلوة او في انفراد في جبل المؤطم وكان عنده شيخ اسمه الشيخ البقال وكان مرتبط بشيخه على عادة معظم الصوفية مش كلهم احنا يمكن نرجع في حلقة قادمة نتكلم عن مسألة الشيخ والمريد او يمكن في اخر حلقة نلتقي فيها عن الصوفية المهم انه الشيخ البقال قال عمر الشاب المتصرف ده انت عمر مش هيفتح عليك في مصر انت هيفتح عليك في الحجاز وهنا اخد عمر ابن الفارد طريقه الى الحج وظل في المناطق المقدسة زمنا عادة بعد ذلك الى القاهرة وفي قلبه حنين كبير للاجواء النبوية الاولى وهو ما فجر شعره بمواجيد واشتياقات واشتياقات عميقة جدا هنشوف بعضها في النص التاني من حلقة النهاردة انما دلوقتي لازم نشير لحاجة مهمة جدا ان فيه في شعر ابن الفارد ابيات اولا فيه ابيات صعبة جدا لانه كان زخرفي جدا في شعره واحيانا هذه الزخرفة اللفظية تبقى صعبة الفهم على الناس دلوقتي وعلى الناس زمان حتى يعني مثلا من 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 اشعاره يقول صد حمية زمئي لماك لماذا وهواك قلبي صار منه جذازة ده كلام عربي نشرح صد حمي سخونة او هيجان زمئي عطشي لماك يعني لللمة بتاعك واللمة يقال هي السمرة التي تعلو الشفاء او هي الشفاء نفسها او اللعاب المرتب للشفاء على كل حال هو وصف حسي بس طبعا بيستعمل هنا بالمعنى المجازي او الغمزي فهو بيقول ليه الصد ده صد حمية زمئي لماك هنا لماك ممكن تكون للمة بتاعك وممكن تكون للماء بتاعك وممكن تكون اللي هو لعاب المحبوب طبعا ده زي الشهد وكل حاجة وفي عطش له يعني المعنين او التلاتة بيركبوا في كلمة وناخد بالنا من الاقاع الصوتي صد حمية زمئي لماك لماذا وهواك قلبي صار منه حتت يعني متقطع كان عنده شغف بهذه التشبيهات ويمكن بعد شوية نتكلم عن او نذكر نماذج تانية بس في حاجة كمان لازم نقولها ان مش كل شعر ابن الفارد شعر صوفي او فيه اشعار ابن الفارد صعبة جدا ان احنا ناخدها بالمعنى مثلا لما يقول اهواه مهفهفا ثقيل الردفي كالبدري يجل حسنه عن وصفي بيقول انه بيحب محبوب واحدة يعني مهفهف طويل فلما بيمشي يعني الرداء كده بيرف حواليه يعني حاجة ضخمة ثقيل الردف الردف معروف الارداف فده كلام يعني ازاي كنده شعر الهي الشيخ عبدالغاني النابلسي لذيذ يعود يشرح الكلام ده ومصر انه شعر الهي ويقول مثلا ايه الردف يعني تراده في التجليات الالهية في الكون ومهفهفا يعني ان الذات الالهية ظاهرة بس ده فيه تعصف شوية يعني اه يعني نقدر محاولة الشرح دي انما يظل يعني الكلام ده او قصيدة تانية يقول قصيدة جميلة يقول قلبي يحدثني بانك متلفي روحي في داك عرفت ام لم تعرفي يعني بيقول المحبوب انه يعني انا اتيلك اتيلك يعني حتى مش مهم انت تاخد بالك من الحكاية دي بس برضو لما نيجي بالمعنى الصوفي قلبي يحدثني بانك متلفي يجوز يجوز انها تمشي بالمعنى الصوفي او الديني لان فيه في في الاجواء الروحية يعني وفي القرآن واصطنعتك لنفسي يعني انت بتاعي انا بس وفيه في الحديث كمان ان الله اذا احب عبدا ابتلاه فاذا احبه الحب الجم قطعه قالوا وما قطعه يا رسول الله قال لم يبقي له مالا ولا ولدا فايبقى يجوز قلبي يحدثني بانك متلفي يجوز ان احنا نفهمها فهم صوفي انما الشطرة التانية روحي في ذاك عرفت ام لم تعرفي يعني ازاي هناخد يعني هذا المعنى على الذات الالهية صعب على كل حال المؤرخين بيقولوا انه ابن الفارد وهو يعني في شبابه المبكر او في فترة الشقاوة يعني مهصفية دول برضو وان كانوا اولياء كبار لانهم بشر كان بيحب واحدة مرات قاضي ما نعرفش مين القاضي ده يعني وانه قال فيها اشعار كتيرة اشعار واحد بيحب واحدة انما بعد كده لما تصوفوا اتجمع الديوان الناس فهمت انه يعني او اعتبرت ان حتى ده كمان هو شعر اه روحي او صوفي او او الهي على كل حال اضى ابن الفارد حياته كلها حتى وفاته سنة وفاته زي ما قلنا سنة 632 ودفن في نفس المكان اللي كان بيتجول في كتير اللي هو جبل المؤطم ولسه ابره يعني او المقام بتاعه هناك وبيحتفل بي يعني كل سنة خلينا نشوف المشاهد دي من اه ابر او مقام او مسجد اه ابن الفارد في جبل المقاطم في القاهرة وبعدين نرجع بعد شوية عشان نتكلم بقى عن شعره الصوفي اللي هو لا خلاف في صوفيته اشتركوا في القناة نيجي بقى لديوان ابن الفارد وده واحد من اهم دووين الشعر الصوفي ابن الفارد لم يجمع شعره هو كان بيقول قصايد قول قصايد دي يعني كانت بتتناقل عنه لحد ما جه ابن بنته وجمع هذه القصائد على ترتيب معين ولذلك يعرف دا وعمل مقدمة كمان لها ولذلك يعرف دا من ديوان ابن الفارد بانه جمع صبت ابن الفارد واحنا قلنا قبل كده في حلقة سابقة انه احنا عندنا نوعين من الاحفاد ابن الابن وده اللي بنقوله عليه حفيد وابن البنت وده اللي بنقوله عليه صبت وبعض الناس بتقول اللغة طبعا بتقول اللغة يعودوا ينكفوا فينا طول الوقت كده وقالك لأ يجوز اطلاق الاثنين على ابن الابن وابن البنت ومشو اخدين بالهم ان احنا احيانا ما بنكون عايزين نعمل التمييز فعلشان كده ابن البنت اعتدنا اعتدنا دي في التراث مش دلوقت يعني اعتدنا ان احنا نقول عليه صبت عندنا مثلا صبت التعاويزي صبت ابن الجوزي صبت ابن الفارد الى اخره يعني كتير من الناس حتى احنا بنقول الحسن والحسين الحسن الصبت ما بنقولش الحسن الحفيد لانه هو يعني الحسن والحسين هم يعني احفاد سيدنا محمد من من ابنته فعمرنا فعمرنا ما نصفهم ابدا بالحفيد نقول الحسن صبت النبي الحسين صبت النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصفة تاني نظم السلوك انا جبتلكم مخطوطة منها هذه المخطوطة هنلاحظ فيها انه القصيدة اولا مستقلة عن الديوان يعني مش جزء منه يعني هي منسوخة لوحدها وفي صفحة الغلاف هنلاقي مكتوب نظم السلوك للشيخ العارف بالله شرف الدين عمر ابن الفارد قدس قدس سره الى اخير وفي الصفحة الاولى لو شفنا كده الصفحتين هنلاقي حاجة يعرفوها اللي بيشتغلوا في التراث والمخطوطات الصفحتين دول مش حاجة واحدة صحيح ان القصيدة مستكملة فيه بس الصفحة اللي هي على شمالنا دي دي صفحة المخطوط الاصلية كان دايما المخطوطات لانه ملهاش اغلفة زي الكتب دلوقتي فكانت الورقة الاولى بتتهري فييجي حد بعد مئة سنة بعد مئتين سنة فيعيد كتابة الصفحة او الورقة او الورقتين اللي هم يعني البهدل ودول بخط او بقلم مختلف عشان كده لو دققنا في المخطوطة اللي قدامنا هنلاقي انه الشعر الاولاني اولا المعمول بشكل عمودي وبشكل حديث ومنظم وفيه تشكيلات غير الالم وغير الخط اللي هو على الشمال الخط على الشمال ده طبعا هو الاقدم يعني احنا بنعرف تواريخ المخطوطات من طريقة كتابتها على كل حال بعيدا عن هذه الناحية الشكلية خلينا نشوف القصيدة نفسها بتقول ايه ونقرأ منها بعض ابيات ونحاول نشرحها او نقرب معناها يعني للناس اللي سمعاننا بيقول ابن الفارد سقطني حميل حبي راحة مقلتي وكأسي محية منعن الحسن جلتي يعني اللي وصلني للحالة العشق دي راحة او يد او كف مقلتي واليد دي او راحاتي دي راحة مقلتي دي هي اللي امساكت بكأس هو كأس المحبوبة التي يعني الحسن جلتي جلت يعني اجل من ان توصف بالحسن الصوفية عندهم تفرقة دقيقة جدا بين معناين معنى الحسن ومعنى الجمال الجمال يقال للذات الالهية او يعني الكمال والجلال دول صفات للذات الالهية اما تجلي الذات الالهية في العالم فده يدي الاشياء الجميلة اللي توصف بقى عندهم بالحسن مش بالجمال فهو لما بيقول سقطني حبي راحة مقلتي وكأسي محية من عن الحسن جلتي فاوهمت صحبي ان شرب شرابهم يعني انا فهمت اللي حواليا ان اللي هما بيذكروا بيه ده هو اللي اسكرني بس هي الحقيقة مش كده فاوهمت صحبي ان شرب شرابهم به سر سري باطني يعني في انتشائي بنظرتي انتشائي ده كان بنظرة ان ربنا سبحانه وتعالى بعت له رؤية خاطرة دي اللي بيسموها نظرة عشان كده نقول ايه مدد نظرة استجلاب للتجل الالهي فاوهمت صحبي ان شرب شرابهم به سر سري في انتشائي بنظرتي وبالحدق استغنيت عن قدحي الحدق اللي هي العيون والقدح اللي هو بيشربه فيه الخام فهو بيصحح بقى او لبعدين حد يفتكر انه كان قاعد يسكر يعني لا ده هو بالحدق يعني بالعينين او بالنظرة استغنيته عن قدحي ومن شمائلها لا من شمولية او شمولي في الحقيقة نشواتي الشمول دي كانوا زمان العرب يعني في الجاهلية او في يجيبوا يجيبوا الخمر ويحطوها بالليل فتسقع كانتش فيه طبعا تلج كده زي دلوقتي تسقع على رياح الشمال الباردة فبقى اسمها شمول ودي كانوا بيضربوا بيها المثل يعني ايه انها نوع من الخمر المرتب او السائع الطعمه حلوة فهو بيقول انا من شمائلها من صفات المحبوبة لا من شمولي مش من كأسي اللي هو اللي فيه الخمر سائع ده نشوتي القصيدة ايضا بتستعرض يعني مراحل الطريق الصوفي والمواجيد والرؤى والاحوال والمقامات اللي بيمر بيها الصوفي بس فيها كمان صفة تميز بها شعر ابن الفارد لها المبالغة الشديدة جدا يقول مثلا ولو انا ما بي بالجبال وكان طورسينا بها قبل التجلي لدكتي فطفان نوح عند نوحي كأدمعي وإيقاد نيران الخليل كلوعتي ولولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي أحرقتني يا زفرتي وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلى أيوبي بعض بليتي يعني طبعا دي مبالغة شديدة في التصوير لبيان شدة الأحوال اللي بيمر بيها الصوفي لدرجة أنه يعني شايف أنه دموعه هو كان بكاء على فكرة ابن الفارد وكان من الصوفية اللي هما بيتأثروا كثيرا بالسماع السماع السماع ده هو أن يحس أنه أي حد بيغني حد بينادي على حد حد بيقول شيء حتى بيقرأ آية قرآنية أن يشعر أن هذا الكلام موجه له هو من الله ده اسمه السماع فكان كثير البكاء عندما يعني حتى بيقوله أنه كلمة بلالين دي نحنا بنقولها دلوقتي على البلونات البلالين دي كانت تتقال في الوصور السابقة على الإزار الإزار ده اللي هو الجزء العافية لما حد يطلع من حمام كده فيربط الفوطة على وسطه ده اسمه إزار فالبيع بتاع الإزار ده أو المقازر دي اسمه بيع البلالين فوهو ماشي فسمع حد بينادي على البيع بس يعني يقوله يا صاحب البلالين فإذا بعمر بن الفارد تنتبه حالة من الوجد الشديد طبعا هو فهم الكلام بطريقة تانية إنه إنه ياللي محتجب عن الله فاخد الكلام عليه هو وسحة دموعه بشدة ودي أحوال ما بفهمها يعني صعب إن الناس تفهمها قوي إنما الاقترب من الصوفية بيعرف إزاي بإنه قلب الصوفي بيكون بالغ الحساسية على كل حال هذه الأبياد بما فيها من مبالغة في التصوير هي صفة أو بتعكس صفة رئيسة من الصفات التي تميز بها شعر بن الفارد سواء في قصيدته الأشهر اللي هي التأيال الكبرى أو نظم السلوك ودي على فكرة دي الصفحة الأخيرة من المخطوطة الكتبت فيها القصيدة منفصلة عن بقية الديوان عندنا كمان مخطوطة تانية هي لقصيدة أخرى من قصائد ابن الفارد الصوفية جدا المشهورة جدا تعرف بالقصيدة الخمرية لأنها بتتكلم عن الخمر اللي هي خمر السكر الأزلي بالتوحيد اللي هو عالم الأرواح قبل خلق الأجساد اللي أشارنا له قبل كده في حرب هنا هنلاحظ بس في المخطوطة اللي حوالين الأبيات هي مكتوبة الأبيات ده بيسموه قلم فارسي أو قلم نسخ اللي حوالي دي دي شروح أو حواشي بيحطها بعض الناس الصفحة التانية منها لو شفناها مش هنلاقي هذه الحواشي لأنه الشارح أو بلغة تراثية يعني المحشي أو الذي يضع الحواشي ما كملش شرح الأبيات يمكن لها صعبة أو ما عرفش حصل إيه إنما خلينا في القصيدة بيقول فيها إيه ابن الفارد شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم يعني هو أو الصوفية يعني سكروا بخمر التوحيد اللي هي موجودة من قبل ما العنب أصلا يتخلق ولا الناس تعمل خمور فهما سكروهم حاجة تانية وقصيدة دي بتفكرني اللي جمع شعر ابن الفارد كان ابن بنته واللي حققه وأدمهن ودي مسألة يعني تستحق التأمل باحث معروف إيطالي وعايش في مصر على فكرة لا يزال موجود حتى الآن بين مصر يعني وإيطاليا اسمه جوزيبي سكاتوليني هو اللي حقق ديوان ابن الفارد فكنا في ندوة زمان وكان هو راهب كمان راهب فيك يعني منقطع وكنا في مؤتمر وفي راهب أشهر منه كان يعني في الوقت ده هو اللي بيدير الندوة أو الجلسة دي هو الأب جورج شحاتة النواتي فبدأ اسكاتوليني يقول أو يستشهد بالقصيدة دي وكان أيامها لو تفتكروا كان كاس العالم وإيطاليا دخلة في كاس العالم وكده فقال القصيدة وقال شاربنا على كأس الحبيب مدامة فأنا نزعكت جدا قلت له ذكر فالأب أنا وقت يدخل قال لي معلش المباراة النهاردة عشان مباراة الكأس وهي القصيدة دي في الحقيقة كان يعني لو عندنا وقت كنا توغلنا فيها بس خلينا أذكر آخر قصيدة اللي كانت سبب يمكن معرفتي أنا حتى الشخصية بابن الفارد إنه لما روحت في فترة يعني من حياتي كنت غرق في الفلسفة جدا وبعد أن روحت السعيد وانا كبير فاخدني حد من الأقارب يعني وروحنا في حدن الجبل علشان نحضر هو قال ذكر أنا مش عارف يعني إيه ذكر فراحته كانت أول مرة أشوف ياسين التهامي وأسمعه وهو في حدن الجبل الشرقي في سهاج بيقول بعد تأوه طويل وبعضه على طول راح آيل الأبيات الجميلة دي اللي سمعتها بعد كده بأشكال كتير وهو نفسه حتى ياسين قالها بأشكال كتير بس كمان أنا لقيت شكل لها القاء لها كله شجن الأبيات بتقول ما بين معترك الأحضاق والمهجي أنا القتيل بلا إثم ولا حرجي ودعت يوم الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسني ذاك المنظر الهوى بهجي من حسن ذاك المنظر الهوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة